إذا أردت قدوة تتبعه وأنت واثق مطمئن فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أن تقتدي به اقتداء صحيحا فادرس شمائله وسيرته ومن أبرز كتب السيرة النبوية وأقدمها كتاب السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري كما تعتبر السيرة النبوية لابن هشام من أهم المصادر التاريخية وذلك بسبب تميزها بالدقة والموضوعية وأنها مروية بالإسناد وتعد سيرة بن هشام نقلا وتهذيبا لسيرة محمد بن إسحاق فقد رواها بن هشام عن زياد بن عبد الله البكائي عن بن إسحاق وإنما نسبت إليه لأنه هذبها وزاد فيها ونقص منها وحرر أماكن واستدرك أشياء وحذف جملة من أشعارها وتتميز سيرة بن هشام بالشمول الزمني إذ تبدأ من عهد إسماعيل عليه السلام إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد رتب ابن هشام الروايات والأحداث ترتيبا منطقيا مع جودة التسلسل الزمني في عرضها وكان يعتمد على القرآن الكريم مصدر الرئيس الله وكان يفسر مفردات الآيات والروايات التي يوردها محتجا بكلام العرب وأشعارها مما يشعر القارئ بمقدرة ابن هشام اللغوية الفائقة كما تتميز سيرته بالتنقيح والاختصار غير المخل قال ابن هشام وأنا إن شاء الله مبتدئ بذكر إسماعيل بن إبراهيم إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء لما ذكرت من الاختصار وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها وأشياء بعضها يشنع الحديث به ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به ومن مميزاتها تحديد المواقع الجغرافية بدقة وأماكن وتاريخ وفاة الشخصيات المهمة ولذلك تعد سيرة ابن هشام نرجع مهما جدا في السيرة النبوية والتاريخ والجغرافيا واللغة والأدب أخبرنا في التعليقات هل سبق وأن طالعت السيرة النبوية لابن هشام ترجمة نانسي قنقر